النادي الاهلي ومن احتفاء بيت سمو سماني النهاردة كان فيه ربطة الاندية اجتماع وطلعوا ببعض القرارات اهمها ان لو انت عايز تعرف شكل موسم الدوري طلع كلام كتير بقى الدوري يتلعب مجموعتين الدوري يتلعب من دور واحد الدوري يتلعب زي ما هو بشكله قديم ربطة الاندية استقرت على ان الدوري هيتلعب بشكله القديم وقرعة الدوري يوم 12 اكتوبر ويوم 25 اكتوبر هيبتدي الدوري يمكن كان فيه تصريحات للنائب احمد دياب طبعا رئيس الربطة كان بيتكلم فيه عن فكرة مسبقة ان الدوري هينتهي يوم 30 سبتمبر ولكن نهاردة صحح الوضع وقال ان الدوري هينتهي 30 اغسطس طبعا لان الموسم في الفيفا بينتهي من 12 شهر من فتح باب القيد احنا فتحنا باب القيد 30 اغسطس فلازم كان الموسم الجديد ينتهي ينتهي 30 اغسطس وبالتالي ده موسم كامل لكن كمان ما كانش بس الدوري هو محط الانظار يا فارس كان كمان ربطة الاندية البطولة اللي هي المستحدثة اللي هي الربطة بتشرف عليها برضو كانت فيه تصراحات عنها كان فيه تصراحات عنها بس حايا بقف عند جدول الدوري نفسه لان انا بشوف ان باعلان الدوري من نظامه او بشكله القديم في رأيه سقطت كل محاولات انقاذ الكرة المصرية محليا ده وجهة نظري سقطت كل المحاولات اللي كنا بنعملها عشان ننقذ المسابقة المحلية من تلاحم المواسم وان الفرق ما بتقدرش تعمل بري سيزون وان الفرق ما بتقدرش بشكل كبير جدا يكون عندها فترة تحضير ويكون عندها فترة استشفاء كل ده فشل وانا في رأيي ان ربطة الاندية كان عندها مساعي احمد انها تعمل ده وكانت بتميل في البداية كان واضح من تصريحاتها التصور ده ولكن النهاردة بين السطور كده كان الكلام ان اغلب الاندية لا مش اغلب لا ده تصريح معلن اه طبعا اللي طبعا النائب احمد دياب اعلم في تصريحاته ان ده بناء على قرار الاندية الاندية اجتمعت وشافت الاندية جميعا ان الدوري يكون بشكله العادي مش عايزين نحط اعباء على الربطة بالتأكيد كل الدعم ليهم ولكن لازم يكونوا اغدين حساباتهم كويس جدا لان الامور دي مرتبطة بتسويق الاندية والازاعة وحقوق البس نتمنى ان الامور دي تكون واضحة جدا وفي تقييم بشكل عادل جدا ولكن في النهاية الدوري هيكون للأسف مضغوط حتى 30 اغسطس نتمنى يعني نعدي الموسم ده على خير من اجهادات بدنية واستحقاقات هيلعب على مستوى الاندية وعلى مستوى المنتخب لكن كاس الرابطة ايضا ده بقى الحل او البطولة المستحدثة اللي هتتلعب بدون اللعيبة الدوليين لان هي هتتلعب في وقت توقف امم افريقيا عبارة عن 18 نادي اجباري المشاركة في البطولة دي رقم واحد بطولة اجباري رقم اتنين 18 نادي رقم تلاتة شكل المسابقة هتبقى عبارة عن 3 مجموعات كل مجموعة 6 فرق هيصعد الاول من كل مجموعة وافضل تاني في التلات مجموعات يصبح عندنا 4 فرق يلعبوا الدور قبل النهائي والدور النهائي دي هتكون بدون اللعيبة الدوليين ودي بطولة مستحدثة اجباري لكل الفرق فرق اجباري لكل الفرق وانا بقولك احنا امام موسم صعب جدا هيكون مضغوط جدا اللعيبة الدولية هتكون بتلعب مع المنتخب واللعيبة المحلية هتكون بتجهد في بطولة جديدة وبشوف ان لو انت عايز تعمل كسر ربطة وفي رأيي انا ربطة الاندية هي غير مسؤولة لان هنا الاندية زي ما احنا قلنا كان عندها بالاغلبية رأي معين ولكن احنا بنتكلم ان انت لو انت كنت عايز تعمل ده ساعد نفسك بقى انت كاندية بان انت تفكر ان الدوري يبقى مش بالمساحة الكبيرة دي ومش بعدد المباريات دي ولكن ده مع ده مع ده انا باخشى على تكرار المشاكل اللي بنعاني منها ولكن المنتخب هو ايضا نخشى ان هو يتعرض لضغط لان مش بس الاندية اللي بتتأثر يا احمد اكيد المنتخب اشتركوا في القناة